اشتركوا في القناة 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 للاوازس كل انواع ايه كل انواع موجود لها سمارت كافر باقي ان كان شكله بشكله بلاستيك ماش مرسومة عليه 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 اطفال معلوش اطفال بس هو ايه اللازيز في حكاية ايه ان الويكنج اب بيفتتح لوحده تمام طيب اه دي النقطة النقطة التانية بقى ان اه ده ده شكل الجلاب التاني اللي احنا جايبينه الايه لللاوازس طبعا هو الجلاب بياخد نفس شكل الجهاز يعني الويوازس نفسه بيبقى فيه حتة واسعة كده وبحيس تمسك منها فبتلاقوا ان الكافر في نفس القصة بالزبط نفس التانيات برضو هي عشان يعود فيها اه لو حطينا الكندر هنلاقيه برضو ايه داخل بالزبط في ايه في الجهاز تمام بحيس ما ماسك عليه جامد جدا نفس القصة بالزبط برضو ان انا ده مغنيتك اول ما بقفله خلاص هو هتقفل ما فتحش تاني غير لما افتحه لكن الكافر ده اه في ميزة شوية في الموضوع وهو ايه وهو ان الكافر ده لو تلاحظوا فيه في كسرات كده تانياتين حتى هو بتفتحت لو بيتقطع معاك وكده حتت الكافر ده اولا مش سمارت لكن في منه بيتفتح وتانيات كده وسمارت عشان بس نتفق مع بعض كويس لكن الكافر ده اللي ملقناه موجود ما خانش سمارت فما بيفتحش الكندر ويقفله ودي ميزة اه يعني خسرناها في الكافر ده لكن لكن هي موجودة يلو انت بتدور وبتحش تشتري كافر ما بص على كافر سمارت لولاقيت فيه اللي سمارت انا انا لما اشترينا مكنش في الكافرات ده سمارت طيب الكافر ده ميزته كمان ايه اه انه لما تقفله كده في ماجنيتك ورا كمان يعني كافر بيمسك ورا كويس بس مشكلة هنا ايه ان انت احنا عارفين القواسس ده كان ميزته ان انت تقدر تمسكه من التانية ده عشان تقدر تقرأ كويس فده كده اما هتفضل متعلق كده اما تقفله تلزقه فهم عبين التانية اتعاض دي عشان بصوا انا ممكن اعمل ازاي شايفين ايه داية فين ايه داية جوه هنا مسكة الجهاز وفي نفس الوقت هو مفتوحة هو تمام تبقى انا كده بقرأ وفي نفس الوقت ايه الجهاز ممسوك من ورا مش انا مش مش شايف مشكلة فيه صحي كده طيب دي 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 نقطة النقطة التانية ان هو ممكن ميزة الكافر ده ان هو لو بقى مع تانية كده شايفين التانية دي كده ماشي التانية دي كده شايفين حصل ايه في الكافر بقى فيه سنادة للكافر عشان تقرأ منها عشان تحطه على ديسك توب وتقرأ منه شايفين عاملها ازاي يعني دي طيب دي طلقتها بزا عشان كده هو ايه عاملها بتتكسر كده بقفله كده هو كده ممكن يقفله هو خلاص لكن لكن انا بعمله كده واتني كده يرجع يقفل يتنى بشكل ارجامي دا بيسموه ارجامي زي البوق زي الارجامي بتاع بتاع الورق كده التطبيق الورق اللي بيطلع منه اشكال بيتطبق بحيس يبيلزق واسيب لك ايه سيب لك مساحة تحطه كده على لو انت مسلا ساي في الستوران ولا في الكافية ولا قاعد بتتغدى ولا حاجة وايه وبتقرأ خلاص بتفتح ايه بتفتح الكندل بتاعك تقرأ ايه تقرأ الكتب بتاعتك فكر وازداد سراء وانا قعد نقرأ ايه ازاي نكسب وانا قعد نقرأ وما بحدش بيكسب غير صحابة كتب مبدئيا يعني فبتحطه بتحطه كده وتتفرج وتتفرج تبقى انتقع بتتفرج عليه ميزة الاواسس احنا قلنا كمان يتقلب لما يتقلب كده هو بيقلب لوحده بحيس الزراير تبقى اشمال وفي نفس الوقت هنا ايه كده هيخليه الزاوية بتاعته توسع شوية يعني كده كان زاويته هنا وقفة شوية صح؟ كده الزاوية بتاعته مالت مالت اكتر لو انا عاود استريحة اكتر يعني وبرضو الزراير شغالة معايا والدنيا زي الفول كويس وهكذا يعني فالمشكلة بس الكافر ده ان هو مش سمارت فبالتالي لو انا عملته كده فالجهاز مفتوح خلي بالكو يعني لو انا متعود على السمارت كافر التاني انا لو متعمل كده بصوا لما هفتح كده حتى بالراحة هون شايفين الجهاز شغال فانا كده ممكن اقفله وافتكر ان اقفلت الجهاز وهو شغال اه سحب البطارية الباور كونسوبشن هيبقى قليل جدا ولكن اه هو نساب الجهاز كده شغال فانا مش نستفت حقيقا فيبقى اللي عنده الكافر اللي مش سمارت هيحتاج ايه بس يدوس عليه يقفله وبعدين يقفل الكافر اللي عنده الكافر اللي سمارت هيقدر يفتح يقرى اللي هو عاوزه ويقفل تاني عشان يحافز على البطارية كأنه بيقفل ده كان ريفيو سريع عن الكافر بتاع الكندل عشان تقدر تاخد قرارك وانت بتاخد الحاجة فيما عدا ذلك كله بقى الوان ودلع وابتاع اخد قرارك زي ما انت عاوز في الدلع ارجو نكونوا استفدتوا من الرفيو ودايما مع بعض في ريفيو ريفيو دوت نت ترجمة نانسي قنقر